اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ممكن تبقى المضمضة بكاف و الوستنشاء بكاف بعد كده هتبدأ تغسل الوجه واللي احنا شايفينه ده غلط لان المية ماوصلتش للوجه بالكامل لا لازم المية توصل لجميع اجزاء الوجه زي ما احنا شايفين كده غسيل الوجه ممكن يكون مرة او اثنين او تلاته بعد كده هتبدأ تغسل ايدك الى المرافق لاحظة يخونا انه لازم ايدك الى المرافق يبقى اللي احنا شايفينه ده غلط لانك ما غسلتش ايدك وفي نفس الوقت برضو الناس اللي تغسل ايديها وما تكملش للاخر ده برضو غلط لان المية ما وصلتش لغاية المرفق لكن الصح انك تجيب بين اول اطراف الاصابع فوق لغاية المرفق تحت المرفق ده اللي هو ده ده المرفق يخونا يبقى لازم الجزء ده بالكامل توصل عليه المية بتاعتنا مرة او اثنين او ثلاث بعد كده هنبدأ نمسح راسنا المسح يخونا بتاع الرأس مرة واحدة بس هي والاوذن مع بعض بس تمسح راسك كلها يبقى اللي انت شايفه ده غلط لانه مسح جزء من راسه بس لكن تمسح الرأس كلها سواء بقى هتمسح في اتجاه الشعر زي ما احمد بيعمل كده او تمسح تجرب ايدك الورا وتردها تاني لقدام وتمسح بنفس البلة بتاع المية ديت ودنك بالشكل اللي احمد عمله ده بعد كده هتبدأ تغسل رجلك وحاول تخلل ما بين الاصابع بتاعت رجلك عشان تضمن ان المية بتوصل لها والمية توصل لجميع اجزاء الرجلك لغاية هنا اللي هو ده الكعب اللي هي المساحة دي كلها واللاحظوا اخونا ده الكعب مش ده الكعب يبقى لو انا هتغسل الحتة دي بس كده غلط لكن المية توصل لغاية فوق العظمة اللي احنا بقولوا عليه هي فوق دي اللي هي الكعب فعليا او حتى ممكن المية ترشها على رجلك بالشكل ده وده يا جوز بس اهم حاجة المية توصل لجميع اجزاء القدم اللي هي الجوز اللي احنا اشرنا ليه قبل كده اللي هو الكعب اللي هو ده بعد ما بتخلص الوضوء ان شاء الله تقول الذكر بعد الوضوء تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم visible شكرا اشهد ان لا اله اخر شكرا اشتركوا في القناة